كشفت البيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن إجمال صادرات المملكة السلعية غير البترولية بلغت 15 مليار و 214 مليون ريال من خفاض نسبته 16.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق فيما بلغت قيمة الواردات نحو 51 مليار و 700 مليون ريال بتراجع نسبته 5.1% بلغت قيمة الصادرات السعودية السلعية غير البترولية خلال شهر مايو من العام الجاري نحو 15 مليار و 214 مليون ريال مقابل 18 مليار و 266 مليون ريال خلال شهر مايو من العام 2014 أي أنها سجلت انخفاضا تقدر قيمته بنحو 3 مليارات و مليون ريال تقريبا هذا وقد بلغت الأوزان المصدرة بنحو 4054 ألف طن تقريبا خلال شهر مايو 2015 مقابل 4297 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بتراجع يقدر بنحو 243 ألف طن وبالنظر إلى الأقسام الرئيسية للصادرات السلعية فقد تصدر قسم اللدائن والمطاط و مصنوعاتها على باقي الأقسام المختلفة الأخرى بقيمة 4 مليارات و 7 مليون ريال خلال شهر مايو لعام 2015 تلاه قسم منتجات الصناعات البتروكيماوية و ما يتصل بها بقيمة تقدر بـ 30 و 18% من إجمال الصادرات السلعية المصدرة خلال شهر مايو لعام 2015 ثم ثالثا قسم المعادن العادية و مصنوعاتها بقيمة تقدر بمليار و مليون ريال خلال شهر مايو لعام 2015 تمثل نحو 7 و 15% من إجمال الصادرات السلعية المصدرة خلال شهر مايو لعام 2015 بينما بلغت قيمة الواردات السعودية نحو 51 مليار و 715 مليون ريال خلال شهر مايو لعام 2015 مقارنة بـ 54 مليار و 474 مليون ريال خلال شهر مايو لعام 2014 أي بتراجع مقداره نحو 2 مليار و 75 مليون ريال وبلغت الأوزان المستوردة مستويات الـ 5822 ألف طن خلال شهر مايو لعام 2015 مقارنة بـ 6518 ألف طن خلال شهر مايو لعام 2014 أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 10 و 17% وبقيمة تراجع تقدر بـ 696 ألف طن